حياكم الله مزارعين الكرام نلاحظ إياكم هنا بأن المزارع قام بمد خطوط الري بالتنقيط للزراع المكشوفة وكيف أن الخطوط متكسرة في العديد من النقاط ولم تولى هذه المسألة أي اهتمام بل تركت شبكة عدة أيام بهذه الحالة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة الأمر الذي يسهم بسرعة تلفها وحلوث تشققات في هذه النقاط لأنها تصبح ضعيفة خصوصا وأنها خالية من المياه وحتى لو تم إمرار المياه في هذه الشبكة فلن تصل إلى الإجزاء بعد نقاط التكسر لذلك أخي المزارع ننصح بالحرص على فرد الخطوط بصورة صحيحة وهذا يتطلب قليلا من الجهد والانتباه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة